الماتيريال اللي بتعملي بيها عربيتي عند رودينا مش موجودة فعلا في مكان تاني فانا بحافظ على العربيتي كلميني يا رودينا عن مشروع المغسلة مغسلة عربيات ومشوفناش بنت دخلت المجال ده انتي من الاوائل يعني ازا كان فيه اكيد طبعا فيه بس انتي من اوائل الناس اللي عملوا ده والسمعة العظيمة اللي انتي عملتيها يعني مبهرة الحقيقة انا هو الفكرة كلها كانت بدايتها اصلا اللي هو انا كنت عايزة مكان اجمع فيه انا وصحابي بس ده كل القصة بس بعدين لانا قريدي كنت فكرت في البروشيكت ده كنت بين اختيرين الكافي والويل درايف بس بعدين استقرت على والويل درايف والان دي لحاجة اللي مش موجودة عندنا في الاريا في ناحيتنا ايو ماشي فاشتغلت على الفكرة في الاول كانت حاجة بسيطة بالنسبايلي مجرد اكويب منت ساعة الجاب وخلاص مش قصة كبيرة بس بعدين لقى لقيت ان الموضوع ممكن يبقى اكبر واكبر قريت كتير عن يعني انتربرينيرز برا مصر كتير قوي كانوا ناس كتير قريت انها حققت اهدافها وحاجات كتير قوي من ورا الكار ووشس اصلا ماشي فانا كنت مبغدى بالي ان هو هي جاست كارووش مش حاجة كبيرة يعني طب ازاي لما اشتغلت على الفكرة اشتغلت مع ادبرتايزين كامبينز ان انا عايزة الكامبين دي او عايزة او الويل درايف يبقى عالي عايزة يبقى ترند كبير ماشي كان الاوبنينج يوم 23-11 ماشي الله يعني ماشي الله الشغرة دي كلها واسمك اللي بيسمع في كل حتة في تجمع ورخامس عندنا واني يجيلك داس من 6 اكتوبر ده كله في زمن قياسي دي حقيقا انا فتحت 23-11 كان الاوبنينج بتاعي جراند اوبنينج تقريبا كده شهرين شهرين بالزبط طب الله العظيمين فتح بالفاكرة انك فتحة بقالك سنتين ولا ثلاثة لان انت فعلا الناس تتكلم عليك لا انا فتحتها يوم 23-11 عملت الاوبنينج بطريقة مختلفة جدا ازاي اول حاجة كنت معتمدة ان اظهر الاسم قوي فاعتمد طبعا بمساعدة صحابي اللي هو طب يا جماعة دلوقتي في اوبنينج بتاعي هنعمل ايه فيه طب يا رودي كل واحد الفكرة طبعا مع تجمع الافكار مع الشوز طبعا اتعمدت ان انا عمل فكارات مثلا زي فكرة الهوريلا وفكرة الشالبي سلوفان وناس ترقص وتنبسط مش مجرد مخسلة و الناس هتغسل وتمشي لا ده مجرد اوبنينج كبير زي اوبنينج كافي عزمت انفلوانسرز طبعا كان ليهم اسميهم زي مريم سيف الدين زي حبيبتي اللي بحبها جدا رانيم عصام ميكاپ فارشتس طبعا جات لي اللي عزيز عليا جدا حسان فرج جولي ما اتأخروش هشام المنشاوي برضو حد جدع جدا وهو انا هو اصدقاء جدا محادش تأخر ان هو يجي ويفرحني يسديدك ويقف جمبك بالضبط محادش تأخر خالص ان هو يكون موجود معي اليوم ده بجانب طبعا اصحابي ومامتي وبابايا ان كل الناس كانت حبا اسمحي اشكر مامتي وباباكي يعني الاب والام اللي يربوا بنت بالرجولة دي وبالفكر ده وبانها تذاكر مشروعها قبل ما تبتديه وتحقق النجاح ده في الزمن البسيط ده ويبقى عندها الافكار دي فيعني يا زين ما ربيته ايه صراحة مامتي من اول الناس اللي دعمت البروجيك ده جدا بابا كان معترض ولا ايه لا بابا مش معترض بس يعني لا بابا يقولي ايه شوف لو انت تمام انا اوكي معي كيف يا حميم لا ولا انا خلاص انا معي كان عارفة ان انت طب بيغسلوا عربيات طبعا عندك ولا لا بس لابا حاجة يحاسبوا ايو لا انا بحاجة يحاسبوا بس فهمة كان طبعا الابنينج يتعمل بكل حب ناس كتير جولي ناس كتير بعتولي كتير جدا عليه عندنا هو بنشوف كده يعني حاجات من شغلك والناس بتشتغل عندك ما شاء الله ربنا يكرم الجميع وانتي معتمدة كمان بيقولوا على شباب زي الفل فهمين جدا جدا وفي منطه الرقي او دي حقيقا الناس اللي دي يعني لما بيجوا يشتغلوا هم كل واحد مثلا جاستن في عربية جات لا هم عارفين اول حاجة ستابس ماشيين عليها حد يستلم بعد ما حد بيستلم العربية قريدي فيه حد بيبدأ يشوف فيه حاجة جوا العربية وقعها عشان تخص الأونر نفسه تمام خلاص نيبدأ بقى البقية اللي ستاف يدخلوا يستلموا العربية اما حاجة اللي هي العربية تخرج زي ما الكلاينت طالب بالزبط واحسن كمان ما شاء الله ما شاء الله يا حبابتي طيب انت كمان عملتي بتكارات حلوة بتخليني انا انا مش جاخس عربية اتقدر ابدال لا ده انا باجي انبسط يعني انا باجي انبسط واجي انا وصحابي وننبسط وكنت عاملة حتى حاجة في رأس السنة كنت عاملة في يوم ايفنت يوم 30 عملت ايفنت تعتبر يعني ايه في اول كار ووش تحتفل برأس السنة ايها ميسيو كنت جايبة احنا عدنا الفيديو كمان معينا الله كنت جايبة سانتا كلوز هلا هلا وكنت عاملة ايدياس جديدة مثلا من دابن الايدياس ان كنت جايبة لعشرين جنيه عشرينات بتتلف كده وبتعموها عمولة بريبان حمرة ومكتوف فيها تابو زدي ايه فبكوان كان السنة كلوز بيعدي عناس بكوان الله الله حلو ايه كانت الفكرة نفسها ان العشرين جنيه بالزيت عشان هيرون ها اخضر مع الكريسمس اه وكان برضو في الايفنت ده برضو ناس حضروا لي برضو جم منهم طبعا حسان فرج وشان ما بنشاوي دول اساسيين اخواتك دول دول انا بعزهم جدا ومحمد فرج عزيزة عقاب انتي ناس كلها بتحبك يعني حقيقي انتي يعني بنت يعني الواحد يفتخر زمالك وصحابك يفتخروا ان انتي صاحبتهم وربنا حكريمك يا بنتي جدا جدا لان انتي حبة كمان طيب ترجمة نانسي قنقر